سؤال ما الحل مع الولد العاق التارك للصلاة بشكل عام الآباء يريدون أولادهم مهذبين مطيعين لله ولا رسوله صالحين صادقين ولا يرتكبون خطأا ولا خطيئة هذا تمني كل أب بالنسبة لأولاده ولكن بعض الأولاد يكذبون ومتعودون على الكذب بعض الأولاد لا يؤدون واجباتهم المدرسية بعضهم لا يؤدي واجباته الدينية لا يصلي ما الذي نعمل معه لنبدأ من المقدمات البعيدة أساسا أي شيء نريده أن يكون عليه ولدنا لابد أن نبدأ منذ بداية البدايات منذ ولادته إلى السنوات الثلاثة الأولى تتكون شخصية الإنسان خلال السنوات الثلاثة الأولى من حياته فإذا لم يسمع كذبا من أحد لا يتعلم الكذب إذا لم توحي إليه بالكذب لا يتعلم إذا لم يسمع سبا لا يتعلم السب بعض الأمهات يعلمون أولادهم السب ويرتاحون حينما الطفل يسب الأم ترتاح تضحك تكين لكن بعد مدة هذا يتعلم على السن حينما يكبر تريد الأم أن لا يسب أنت علمته على السن يعني أن أن نجعل الطفل ينمو بشكل طبيعي في محيط سليم في السنوات الأولى حينما يرى الطفل أباه يصلي فهو أيضا يصلي حينما لا يسمع من أبيه كذبا لا يتعلم على الكذب لكن حينما نكذب نحن على الآخرين ونقول لأولادنا لا تكذبوا هذا لا يكون قد تعلم الكذب هذا الأمر الأول بالنسبة للصلاة الصلاة لها جانبان جانب يرتبط بالثواب الصلاة وجانب يرتبط بعقاب تارك الصلاة لابد أن نعطي الجائزة على أداء الصلاة كما نعاقب على ترك الصلاة الأباء عادة لا يعطون جائزة على الصلاة وأحدهم قال لي سيدنا هل أنا أعلم طفلي على الصلاة لأنه يحصل على الجائزة قلت لا بأس لأن أحدهم جاء إلي قبل سنوات كنت أصلي جماعة في أحد الدول فجاء وقال سيدنا أعرف أن الصلاة واجبة لكن الصلاة دخلت في دماغي مع العصى أبي كان يضربني على الصلاة فأنا دخلت الصلاة والعصى معا في دماغي ولذلك لا أحب الصلاة وأعرف أن الصلاة واجبة لكن كلاهما دخل في وقت واحد فلو أنك أدخلت فكرة الصلاة في دماغ أولادك عن طريق ما يرتاحون إليه مثلا تقول إذا أنت واضبت على الصلاة خلال أسبوع أخذك إلى مكان يحبه الولد أن يذهب إليه أو أشتري لك شيئا يريده الولد مثلا فحينئذ الصلاة تدخل بشكل جميل في دماغه وليس بالترك أما إذا ارتكب ترك الصلاة فترة من الزمن فلابد من نوعا من العقاب ولا أقصد الضرب العقابا لا تعطيه ما يريده منك وتقول له طلبت مني أن أشتري لك شنطة صغيرة مثلا جديدة لكن كما عصيت ربك أنا أعصي طلبك ولا أشتري لك هذا عقاب لكنه ليس فيه إهانة ليس فيه تحقير تجنبوا أي عقاب لأولادكم فيه نوع من أنواع التحقير يساعدوا